يا حكام. شي صداقة قوية جدا. يا سلام الله رحمه الاتنين. اه الله رحمه الاتنين. فن راقي. اه لا لا طبعا اه. لا وما دي حكام كان تيجي بتلعب كرة كل جمعة تيجي تيجييلي يعني. ايك بتلعب كرة؟ لا تشجعني. اه طبعا لازم تشجع. فتلاقيها بتشجع الفرقة التانية. ادي الصورة هيت. مدعب العزيز الله رحمه. انا الله رحمه محمود العزيز. كان بيقولك ايه هنا بيقول لي انت برج قلتوله انا الجوزاء. قال لي وانا الجوزاء. ده انت كمان قاعد يشتي مشي تيمة بالأب والأم في الجوزاء. قلتوله انا بيعبه يا محمود. قال لي لا اهو ابني مش حر. احنا ولاد مش حر. انا عارف. والصورة التانية دي بقى عادل هيت. السعاد هو عادل اه الله يرحمه. فنانة سعاد حسن احو طبعليه. والفنان عادل ايمان. عادل ايمان. مين اللي بيبص ده شويش عطيه اللي ورا ده. لا معرفش حد كان عندهم جاي ولا حاجة من الامن. ده كان برضو في مهرجان السينما في السعادة. في السعادة السينماية. في اسماعالية. ده سبري كان منظم المهرجة الله يرحمه. ده ده كان فنان بحق عيدي يعني. جميل جميل. وانسان يعني. اه والله. انسان حقيقي يعني. طيب اه جات بقى الصلة بقى تبقى تعمل بقى مهرجانات بالذات في الاسبوع ديه. فريد شاوي ومحمود ده وحسين فاهمي. يا خبرابي ده قدامكم ايه دفطير ده ولا ايه. لا بطيخ باين ولكن. لا لا دفطير عزيمه مع الغداء. اه. اخطير مشالتي طيب. لما فريد شاوي كان له مشاكل معايا بقى. يخش المكتب بيشرب سجاير وقول لي بالعندي فيك هاشرب سجاير. انا كنت منع. اه ما نعارف. بقول لي هاشرب سجاير. اقول له يا فريد بيه. قل لي ما فيش هتشرب سجاير. انت كنت بتاخد السجارة من دكتور حسن. اه 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 بيها برش. اه. احسين كان لسه في شباب واقع. وادي تقين. طيب انت جت بقى بعد كده اول حاجة عملتها في الاسماعيلية ولافتت انظار مصر كلها والعالم العربي. ما هو هو معارجان فيون شعبية ده لانه ان دول لو كانوا دلوقتي كان كل واعطيهم طلب مليون جنيه عشان يجون ببلاش. يا سلام. يجون ببلاش يعني. عشان بيحبوا الدكتور عبدنا. اه طبعا. طيب انت الوقتي هل قليك علاقة مع الفنانين دلوقتي ولا مفيش هادكتور. لا الجيل الجديد ده مفيش بس مرة. ما نفيش العز. مرة شفت احمد حلمي كان بيسجل عندنا من البيت عند جاردن سيتي. اه. فشفته دخلت عادت معا. تقعد خدتوا فوق وشربنا نسكة فيه في البيت وكده بتاع. اه. ومونة زاكي كانت جات لي مرة عامل وزارة كانت بتاعم برنامج بين فنانة ووزير. نعم. اه. وهي صغيرة كانت لسه موجودة يعني. لا مفيش صلة معا. انت شابنا افتقدنا الحاجات دلوقتي. اه طبعا. طبعا. لا اه اه. اشوف اه. انا كنت دائما نقول كده. احنا الفناني احنا ملي ميت مليون. بلد كنت يا بلد فنانين رسموا وتشكيلوا سنة مبتاع كام. ميت الف عشرين الف. ياه. ولا حاجة. اه طبعا. دول الناس مميازين عننا يا دكتور مصطفى. طبعا. 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 دايما رائي كده. طبعا. الفنانين دول بس كان بقى فيه سراع بين الفنانين ودلعبة الكورة. ده على طول. من الاشهر. بس انت كنتوا بتروحولوا ماما بجلكوش. لا كانوا بيهيجوا. على المتشات الناد لأيدي كان بيهيجوا كله بيهيجوا بالكامل. لا لا كمعرفة شخصية. لا معلي لا كنا بنروح بنود مع بعض. كان محمول عبدالعزيز ونوري الشريف والمالك فريد شوقي وحسين فاهمي. لا كله ده جيل كان جميل. عبدالحليم حافظ. عبدالحليم. عمر الشريف. لا كل دول كن احنا معاهم على طول. شفت صور انا شفت صور. اه كل دول كان موجودين معانا. طيب. انت دايما بعد بتروح اي حتة زي ما بيقولك ايه مش مجاملة والله تبقى منغر. زي ما قلت فيه كارزمة دي الكلينة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انت كتعلقة كيب الجماهير نفسها دكتور عبنا. لا ما انا ما انا انا ما كنت في اسماعيلية حد يهاجمني مثلا في صحافة. هنزل الشارع على طول. عشان انت افراد فعلا من الناس. لا مش اضروب. هنزل الناس هتقابلني المقابلة اللي انت بوس وبتاعه مش عارف فيها. خلاص انسى كل حاجة. الشعب هو السيدة دكتور مصطفى. اه احيانا ما يقولك سيادة المحافظ مش هنزل الى الشارع والناس هتقابلوا. طيب كانت انت كنت مفيش تكاليف. في مصطفى انا كنت من الناس اللي انت ما كنتش عندك تكاليفها في اي حاجة. كنت بتنزل عادي وتلعب مع دول في الشارع وتوقف تفرج على ماتشات كورة اللي هي الكورة الكويتش. ايه. انت عملت الملاعب كمان اللي لسه. لا مفتوحة. لا كنت ملعب كورة على طول في ال اه وانا محافظ. في الصالة. كل لا كل جمعة في نادي اسمه الفيروس. ايه. كان بيجي على ابو جريشة والعربي المجموعة دي. ام. كنا انا بنلعب ماتشات كل جمعة. جينا ناس بقى من الشرقية ومن اينا ومن اينا عشان يشوف هنا. وكان فيه فنين بيجوه لك. بقى مديحة على سبيل نسال مديحة كانت تيجي. هاني شاكر ما كانش بيروحها عندك. هاني كنت بلعب مع هنا في النادي النيل. اه. بلعب مع النادي النيل. اه. في المانيا. هو احمد مال الله يرحم. طيب انت شاف من بالنسبة للجمهور. غياب الجمهور على الملاعب. ده مؤثر على الاداء بالنسبة اكبر مشكلة يا دكتور مصطفى. انت تخش مسرحية من غير ناس تتعمل فيلم من غير محد جمهور جوه. طبعا يعني انا يعني الدنيا مستتبه والامن كويس والراس الناس بتحبوا. بتطمانين ندخل الناس يا ناس. احنا احنا دورتنا الافريقية اللي عملناها. واخد بالك. انا انا اتفكر ان انا نظمت كاس العالم سبعة وتسعين. الشباب. الشباب. لا كاس العالم للشباب اه. اه. انا كانت نشيئين. 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 اه. اللي جافت يا رونالدو روندينو. ايو 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 انا فاك. وكاسيا اه كاسياس والولى رقول. كل اللعيبة اللي طلع. اه طلع. طلع. ورنبينو رايب قريت له حاجة كتبة بقولك البلد دي روح طيعة بلد جميلة جدا. دي حقيقة. اه. فلا جماهير يا ناس. من غير جماهير ايه يا دكتور. الامم الافريقية. والامم الافريقية. مليانة. نزمتها هنا في مصر وفي الاستاد وفي الاسماعيلية. معليها السوس بورسعيد. اسكندرية. زبطة اه. فهي ايه ايه الناس يعني كان يقولوا ان اكتر بلد كان بتجيب جماهير في المباراة كان مصر. اه طبعا. اه لان ده بص طب بص كدفور. جماهير قدي. لا لا مفيش. مفيش. ومعظم الناس ده دخلت بلاش هنا. طبعا دخلت بلاش. انما شوف انت الفين وستة الجماهير في مصر يتعاملها. اه. اه. دولة الافريقية كنت شوف مالكة تمالينا ازاي الناس. يا سلام. الالعاب افريقية. افريقية اه طبعا. يعني احنا مفتقدين الجمهور. لازم يا. ازاي يرجع يا دكتور. والله العظيم انا بترجى الرئيس بترجاه بترجاه انه يعني يدي اوامر الدنيا ترجع تاني زي ما كان. بس في ناس بتعمل غلاسة بقى بتباص الدنيا. ايه بس انت تتعامل المشروع اسمه تذكرتي. في كاميرات في الملعب. اه. وفي حاجات كتير اوه. التذكارة هو معاك الكارت بتاعه. الباجة بتاع المباراة. وبتخش. فلو مجموعة صغيرة بتخش انتعاكنن عن ناس. ما انا جيبهم. ممنحهم. هتمنعهم. الكلام ده كان في انجلترا قبل كده وحصل. يا طبعا. كانو اه. الالترس بتاع انجلترا. لو عن تكر عمد لهم دبحتهم اياميها. لا لازم في ناس يا دكتور مصطفى ما يصحش كده ما يصحش كرة. حتى كرة مش هتتقدم عندك لازا كان فيه ناس بتقوله اه مش عارف ايه طبعا اللعيب نفسه حس بي انا جوفت انت ماشي ليه كرةي بكنت بتلعب وجماهير ايه وبتق ايه ده انا كنا بنلعب تحت اه مع امور مئة وعشرين الف ومئة وعشرين الف اه الفاكر استاد كان بياخد مئة وعشرين ساعت طب انت بتبقى مبسوط لما بتقابل الناس في الشارع وبتجدى عليك تقولك الدكتور عزيز بنستوى معك بكلام ده اه بفرح بس ايه الحساس اللي كلهما رأى او حبكي في القوتل ليه مش اسمه علاوية يجولي مجموعة قولي احنا ضميات يجولي مجموعة كل بلاد مصر ويقفوا الصهارو معايا واحنا انت الزمن الجميل انت راجل معتا فكت يعني يا ربي ده ناسبت الشغل من زمان وناس مش متعرفنيش شخصين مش متعرفنيش شخصين القبول بتاع ربنا يا دكتور قول ده بتاع ربنا الحمد لله فبتعالي هنشوف كي جاء الجمهور هيقول ايه على الدكتور عبد النا معمارة ونرجع تاني نكمل بقيت حديث نحنا قربناه عشان تبقى عارف يا ربنا لا بصلا تحت عمل